اهلا فيكم برج الميزان في قناتي رح نشوف توقعاتك العاطفية طبعا طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن تنطبق عليك القراءة فترة اطول من اسبوعين ممكن من اسبوعين الى شهر او حتى اكتر فالوضع بيختلف من شخص الى اخر ولكن اليوم رح نشوف توقعاتك العاطفية القراءة عامة يعني مش رح تنطبق علي الجميع ولكن في ممكن يكون بالفيديو رسالة او اشي معين انت ممكن تحس انه طاقته بتشابهك فاخد من الفيديو الاشي اللي تحسها ايجابية وبتخدمك وترك الاشي الباقية لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر رح نشوف طاقتك طاقتك الحالية طاقة الحبيب الحالية ايضا وشو ممكن يكون سبب الخلافات او المزاعات بينكم بالوقت الحالي سبب المشاكل الانفصال هيك يعني ورح نشوف خطواتكم في المستقبل انت والحبيب وايضا شو مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب رح نبلش اول اشي بطاقتك يا برجي الموزان في عندك في عندك شخص حاليا عم شوفك عم تستني خبر منه او عم تحس بي عم ترفض عروض حب من اشخاص معينة او ممكن مساحة قلبك الداخلية في الوقت الحالي انت مغلق عليها او مش عم مش عم تحكي فيها لانه عم شوفك رافض الحب ولكن بنفس الوقت عم تستنى رسالة او خبر معين من شخص شخص انت بتعتبره او تعتبره رفيق درب عم شوف البعض منكم عم تراقب هالشخص اه من بعيد او على السوشال ميديا عم تشوف انه بدك بدك تتقدم مع هالشخص او بدك علاقتك مع هالشخص تتطور ولكن بنفس الوقت البعض منكم شاك انه ممكن هالشخص يكون فيه معه اطراف اخرى او موجود معه شخص اخر او هو بعلاقة اخرى هون والبعض منكم عم يقرر انه فقط تلتزم بالصمت حاليا او ما تحكي او ما تعبر ولكن عم شوفك عم تحلم بهالشخص كتير او عم تسرح فيها الشخص كتير طيب اه هاي بالنسبة للبعض منكم للبعض منكم ممكن انت تكون محدود امام اه اختيار حاليا بين شخصين او بين اه بين طريقين معينين بحياتك في البعض منكم عم يحاول يوصل الى استنتاج انه هالتضل مع هالشخص من المرحلة اللي انت فيها حاليا او اه تتقدم الى الان لان هالكارت ايضا يحكي عن اه اختيار معين او انك تحتاج تختار اختيار معين طيب بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشرك حاليا عم شوف عم شوف فيه كتير من الامور المغلوطة بطاقة هالشخص ممكن يكون عالق بافكار ومعتقدات واوهام غير حقيقية لانه لسبب ما هالشخص عم يشوف انه هو مظلوم سواء كان بالتواصل معك او بالعلاقة تبعتكم او بشكل عام هالشخص بيشوف انه انظلم من نوع باشي معين عم يحس انه فيه حدا انغدر منه وعالق حاليا بي او ممكن يكون الحكي مش صحيح لانه هالكارت ايضا مع هالكارت وهالكارت بيحكيلي انه انه هالشخص ممكن يكون اغلب الافكار هاي هي فقط فيه مخيلته يعني انت عم تتعامل مع شخص في عنده بارانوية عالية وفي عنده توتر وفي عنده قلق وفي عنده خوف دائما في عنده مشكلة بالثقة بالناس دائما بيحس انه الاشخاص اللي حواليه ممكن تجرحه بطريقة معينة او دائما بيحس انه برغم انه ممكن تكون الامور صحيحة او لا او الاشي اللي عم بيحس فيها حانيا ممكن تكون صارت او لا لانه هالشخص بالنسبة له بيعتبرها حقيقية يعني هو مش تمثيل بيعتبرها حقيقية لانه عنده يعني هالشخص عم يحس بوجع هالاشي يعني ممكن يكون فيه مخيلته ولكن بالنسبة له بيشوف انه اغلب هالاوهام حقيقة بالنسبة له وبيحس بيوجعها وعم يمر بتغيرات هالشخص حاليا بشخصيته عمشوف ايضا انه ما بين البدايات الجديدة بالحب وما بين شخص بحياته بيعتبره في كتير افكار مغلوطة بتحتاج الى التوضيح ولكن مش عم يصير فيها توضيح لانه الطرفين بيها العلاقة مش عم يحكوا مع بعض كل طرف داير ظهروا الى الشخص الاخر فما بين انه يمضي ببداية جديدة وبين الحب اللي عم يحس فيه حاليا او شخص بيعتبره سول ميت هالشخص عم يحس انه انه مظلم النوع ما ممكن يكون حاليا مش عم يفكر بطريقة صحيحة طيب بالنسبة لشو ممكن يكون سبب المشاكل بينكم او سبب الخلافات بينكم عم شوف عم شوف فيه طاقة متهورة بينكم فيه طرف رافض الحب هالكرت هو نفس هالكرت فممكن تكون انت هالطرف اللي عم ترفض انك تقبل من هالشخص عرض حب او تسمح للتواصل بينكم او المشاعر بينكم انها تكبر لانه فيه هون الطاقة المشتركة بينكم فيه زعل فمبين انه لا انت منرتاح وايضا الشريك مش مرتاح فيه طاقة ايضا بينكم او متهورة او سريعة بمعنى انه ممكن التواصل بينكم يصير بسرعة وينتهي بسرعة او دائما انت وهالشخص بتفوتوا على حياة بعض بطريقة غير متوقعة او بطريقة الشخص الاخر ما بيتوقعها فبتسبب نوع من من اللخبطة او التشوش همشوف ايضا انه ان البعض منكم ان البعض منكم انت وهالشخص فيه فرق بالسن عمشوف هون فيه شخص اكبر من الشخص الاخر وفيه فيه طرف عم يحاول انه يستخدم طاقة الجذب بها العلاقة انه يجذب الطرف الاخر وممكن يتطرق الى اساليب او مش كتير منيحة لانه هالكرتين مع بعض مع بعض بيورجوا انه فيه شخص بده بده يكون هو القوي او هو اللي يحمل مصدر القوة بالعلاقة ولكن ممكن تكون بطرق يعني مش نظيفة او بالاصح او يعني هالكرت مع هالكرت فيه مثل الهوس بالسلطة او بالسيطرة او فيه شخص ما عنده اي استعداد انه يتنازل بها العلاقة او يكسر الشخصية اللي هو بانيها لحاله ولكن من جوه عم شوف انه برضو مش مرتاح هالشخص سواء كان انت اللي عم تساوي هاي الطاقة تبعتك او هالشخص ولكن بما انه مشتركة فمبين انه انت وهالشخص اه وكأنه ند بند حاليا انتو وكأنه في بينكم مثل اللم مش حرب ولكن في بينكم مثل النزاع اللي عم تتواجه انت وهو في ند بند ولكن النتيجة بالاخر هي يعني خسارتكم هون لانه هاد عم يستخدم جميع القوات اللي عنده الكويسة واللي مش كويسة وايضا هالطرف عم يستخدم جميع المعرفة تبعته الكويسة والمش كويسة فهذا هو سبب او واحد من الاسباب اللي عم تأدي الى خلافات بينكم بالعلاقة سوري حبابي اضعت الكاميرا معي خلينا نشوف توقعاتك او خطواتك في المستقبل نشوف برج الميزان بالمستقبل بالمستقبل انت عم تدور على اشخاص بيشابهك بالشخصية او عم تدور على شخص معين يكون شابهك بالشخصية نشوف الحب فيه تركيز ولكن ايضا مركز كتير على وضعك المادي وممكن ايضا المستقبل وضعك المادي يكون مسبب لك نوع من التوتر لانه عم شوفك عم تشتغل على مشروع معين او شي معين عم ياخد منك مجهود كتير عالي ولكن عم تحس انه الحمل زاد عليك بالمستقبل ممكن ايضا البعض منكم عم يركز على وضعه المادي بالمستقبل لانه بيشوف انه مهم من اجل العلاقة تكون ناجحة بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه او حتى اي شخص جديد عم شوفك عم تطمح عم تدور على الاستقرار المادي اكتر وايضا عم تدور على اشخاص بيشابهك بالشخصية او عم تدور على مجموعة اشخاص تحس معهم انه 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 بتفهمهمهم وهم بيفهموك ايضا عم شوفه لكن اكتر اشي الاوراق اللي اجت عندك بيه المستقبل اغلبها اوراق مادية ممكن ايضا يكون في عندك او تحس انه الحمل زاد عليك لانه تحس عم تحس انه شخص الاخر ما فيه ما فيه تعاون من طرفه او عم تحس انه انت اللي عم تحط اغلبية المجهود بالعلاقة اللي انت فيها وبالنسبة لخطوات الحبيب او الشريك فيه المستقبل عم شوف عم شوف عم شوف هالشخص ممكن يكون عاطفي اكتر منك او ممكن يكون من النوع اللي بيحل اه بيحل مشاكله بطريقة عاطفية اكتر او بيستخدم العاطفة اكتر بيحل مشاكله عم شوف عم شوف هالشخص بالمستقبل فيه عنده اعتراف او حكي معين بده يحكيه له اليك ولكن عم شوفه ايضا فيه شخص عندك بيه المستقبل او هالشخص بيه المستقبل التواصل بينكم اذا فيه تواصل رح يكون مش اه مش صادق او فيه تناقض شوي لانه هالشخص عم شوفه كتير مشوش وعالق بين اه عالق بين شخصيتين او بين وضعين لسبب ما عم يحس انه هو مربط او عم يحس انه بده يظهر الطفل الداخلي بالعلاقة او بده والعلاقة تكون عفوية معك ولكن بنفس الوقت عم شوف انه باني اسوار كتير حوله هالشخص وفيه سيوف كتير حوله والسبب الرئيسي بالحالة اللي هو فيها انه هالشخص عاطفي كتير عم شوف انه بالمستقبل بده يتعلم ميوازن بين المنطقية وبين العواطف لانه اه ممكن يكون ممكن يكون برج مائي او برج ناري لانه عم شوف اه شخص متهور او شخص متقلب بالاصح ممكن يكون يعني ماش متهور باتخاذ قراراته ولكن ممكن يكون متقلب المزاج اكتر بالنسبة لطاقتكم في المستقبل هم شوف هون اه فيه شخص عم يفكر بالرحيل من هالعلاقة بالمستقبل او فيه بينكم لانه طاقة مشتركة البعض منكم ممكن يفكر انه ياخد وقت مستقطع بالعلاقة من اجل انه كل طرف يشتغل على حاله وايضا كل طرف يستشفي هون لانه عم شوف المستقبل انتم بحاجه الى الى فترة نقاها من هالعلاقة او الى مساحه اكبر بينكم لحتى انت تحل امورك الشخصية وايضا هالشخص يحل اموره الشخصية ام شوف انه التواصل بينك وبين هالشخص او عم تحسوا انه في حمل عليكم بالمستقبل وبحاجة انكم تاخدوا وقت مستقطع تاخد انت وهو وقت مستقطع عم شوفوا لكن الانفصال بينك وبين هالشخص هالشخص رح يسبب خيبة امل لبعض منكم لانه في بينكم بتحسوا انه التواصل بينكم قوي ممكن ايضا يكون في طرف معتمد على الطرف الاخر اكتر او عاطفيا معتمد على الشخص الاخر او الطرف الاخر اكتر فممكن يكون في عندكم او مشكلة بانه انه الطرفين يكونوا معتمدين على حالهم بهالتواصل يعني فيه شخص كتير معتمد على الطرف الاخر يعني عم شوف فيه شخص مستقل اكتر وفيه شخص بيحتاج الطرف الاخر اكتر طيب بنا نشوف شو ممكن يكون فيه رسائل من الحبيب اللي بده يوجهها لالك هالشخص طيب خلينا نشوف شو رسائل اللي هالشخص بده يحكيها لالك او ممكن يكون فيه عنده صعوبة بانه يحكيها لالك فهالشخص فيه عنده تشوش بمشاعره او فيه عنده صعوبة بالتعبير بشو بيحس تجاهك او تجاه هالعلاقة او تجاه التواصل فالتواصل عم يسبب له نوع من التشوش فهالشخص بهالفترة بيحس انه بيحتاج الى فقط بيحتاج منك انك ترسله طاقة ايجابية او تدعي لهالشخص لانه مبين انه الامور اللي هو عم يحاول يحلها ويشتغل عليها امور خاصة فيه فهالشخص اذا فيه بينكم عم يراقبك فيها او حتى بالحياة الحقيقية يعني كلا الحالتين هالشخص عم عم يتابع اخبارك فهالشخص ممكن يكون جرحك بالماضي وبدته يحكي لك انه يتأسف من اي وجع انت عم تختبره حاليا سواء كان منه او سواء كان من اشخاص قديمة في حياتك فهالشخص عم يخطط لا اشي معين وبيحتاج بيتطلب منه وقت او بيحتاج منك انه يكون فيه عندك صبر لانه فيه خطة براسه او فيه اشي عم يخطط لاله هالشخص ولكن ممكن لسه عم يشتغل عليه حاليا او لسه عم يحاول انه يحبك الخطة او ممكن اذا انتو مش عم تتواصلوا ممكن هالشخص يكون عم يخطط مشان هيك عم يراقبك بالسوشال بيديا عم يخطط انه يتواصل معك طيب اخر اشي بدنا نسحب كروت للنصيحة لحتى نشوف كيف ممكن تستفيد انت من الوضع فبالنسبة له موليد برج الميزان فيه اه انت مع هالشخص كان فيه وضع كتير مترك او كنت متلخبط بشأن موضوع معين مع هالشخص ولكن فيه المستقبل رح تتوضح لئيلك بعض الامور اه فيه حقيقة رح تكشف لئيلك بشأن بشأن هالشخص وضيختلف من شخص الاخر شو رح يكون نوعية هالحقيقة ولكن فيه حقيقة رح تظهر ب حياة هالشخص انت رح تكتشفها او رح تسمع فيها او رح تعرفها سواء من هالشخص او من اشخاص اخرى وبالمستقبل اذا انت انحطيت امام امام وضع بتحتاج انك تختار فيه او امام طريقين لانه هون هالكارت بيحكيلك انه فيه امور مع هالشخص او بهالعلاقة انت كنت عم بتحطها على الجنب او عم تتجنب انك تتعامل معها ولكن رح تنحط بوضع انه لابد من انك تختار اه قرار بهالتواصل او مع هالشخص فبدأت تطلب المساعدة من الله لحتى يرشدك باتخاذ القرار الصحيح ايضا البعض منكم فيه تغيير رح يصير تغيير بوضع ايجابي والبعض منكم اللي كان عم يدعي بشأنها الشخص او بشأنها التواصل والعلاقة مع بعض فيه تقدم رح يصير سواء كان مع هالشخص او سواء من البعض منكم اللي رح يقرر يترك هالشخص من اجل علاقة جديدة او من اجل طريق جديد ولكن بدك تلثق بخطواتك او باختياراتك بالمستقل اوكي حبابي برج الميزان بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي كومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم نشكرا استعراره